موسيقى اضطران 3-4 كوب زبد بدرجة حرارة الغرفة 3 حبة بيض ده اكثر البيض رح عجنة بإيدي ما استعمل العجانة وممكن تعجنون العجانة اذا ما تحبون تعجنهم هنا نصف ملعقة شاي ملح وخمسة ملعقة أكل سكر هنا السكر ده اضيفة خمسة ملعقة أكل وراح أدي أعجنة وبعدين أترك كي يختمر ممكن ياخذ وقت ساعتين إلى ساعتين ونص حسب المكان إذا دافي ممكن أقل وإنتوا تلاحظوا يبين عدكم إذا مختمر ينتفخ ويضاعف حجمه وهذه المسألة نسبية بالنسبة للاختمار العجين يعني حسب نوع الخميرة والماء الدافي والمكان الدافي دائما المكان الدافي يختمر به بسرعة العجين هنا شوفوا العجينة ما عجنتها وشنو صارت بهالشكل يعني مثل زق بالإيد ولينا غطيتها بالنيلون وغطيتها بهالفوطة المطبخ وراح أحتفظ بها إلا أن تختمروا في ما قلت لكم هسا عندي الحشوة واحد كوب سمسم محمص يعني هذا نصفين نصف كوب بنصف كوب وهنا عندي واحد كوب سكر بني وواحد كوب راشي يعني هي الراشي الطحينة يسموها راح أخلطها وانتظر من تختبر العجينة أبدأ أفتحها هذا الكعك لذيذ جدا ومفيد لأن كل أكثر المواد المستعملة به صحية سكريات بها قليلة يعني وحتى السكر البني صحي وممكن تقدم مع الشاي طبعا بالعصريات أو للضيوف وراقي جدا ولذيذ هسا هنا بديت أفتح العجينة من بعد ما اختمرت قطعتها إلى 6 قطع وبدأت أفتحها به الصورة وراح أخلي لها الخليط معلت الحشوة الراشي والسمسم والسكر به الصورة هسا راح يشوفون شلو راح يسوي أخلي هاي الحشوة وأفرشها على العجينة وأرجع أبرمها وأعجنها من جديد هنا هاي الحشوة هذا دا أكمل هنا راح أبرمها ألفها يعني وبعدين أعجنها بإيدي به الصورة هايا حتى تشرب بالحشو وبعدين راح أمرت الثاني أفتحها وحشيها هايا هي شلو صارت اتشربت بالحشوة وراح أبدأ أفتحها من جديد وأرجع حشيها وبهالأثناء أنا من بديت أفتح العجينة شغلت الفرن على درجة حرارة 200 الأعلى والأسفل راح أخليه بالوسط أنا على الرف الوسط هايا هسا بديت أحشيها ها مثل ما دا شوفون راح أفرش الحشوة عليها وأرجع أبرمها وأقطعها بالسكين بهالصورة هسا دا أفرشها حتى تساوي أو تنتشر يعني بالمكان وبعدين راح أرجع أبرمها مثل ما أبرمتها بالبداية بس ما أعجنها مباشرة أقطعها وأخليها بصينية الشوي هنا بديت أبرمها بهالصورة وراح أقطعها بالطول هاي وأقلبها حتى الجزء المقطوع يبين لي فوق وأبرمها حول الثانية وحدة حول الثانية يعني بالتعاقب بهالصورة هسا راح يشوفون هاي وحدة هنا دا أشيل وحدة وأخليها فوق الثانية وبعدين وهكذا مثل ما تشوفون وحدة فوق الثانية وأبرمهم وألسق النهايات مالتها هنا دا أرتبها وألسق النهايات مالتها وأشيلها أخليها بصينية الفرن وهكذا أكمل الباقي هاي ثاني وحدة وراح أكمل الباقي والفرن سخن وراح أخليها مباشرة بالفرن على الرف الوسط وتاخذ وقت 15 دقيقة وراح تبين عندكم من تتحمس من جوانبها ومن الوجه مالتها واتطلعوها هنا هاي العجينة الثانية مثل ما دا شوفون خليت لها الحشو من بعد ما فتحتها وراح أيضا أبرمها وأعجنها بنفس الطريقة الأولى وبعدين أرجع أفتحها وأحشيها هاي هاي عجنتها بيدي وراح أفتحها وأحشيها هاي الصورة وأنشر الحشو عليها وأرجع عبرها وأقطعها طوليا هاي الصورة هس هاي انتشر الحشو وراح أبرمها وهكذا أكمل باقي القطع وأشويهم هس رح أقطعها هاي وأيضا أبرم واحدة على الثانية قطعها أقل بها شوية وأبرمها بها الصورة بها الصورة قلابتها حتى يبين الحشو مالتها لي فوق يصير واللي سقتها وبرمت واحدة على الثانية هاي هاي هس رح أخليها بالفرن وانتظر 15 دقيقة ومثل ما قلت لكم درجة الحرارة 200 مئوي درجة مئوية وهذا شكلها من بعد ما شويتها وطلعتها من الفرن إن شاء الله تعجبكم جربوها وألف عافية ترجمة نانسي قنقر